أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي أبواب منفذ كرم أبو سالم أمام الشاحنات التي تحمل مساعدات غذائية وإنسانية والتي كانت متجهة إلى الأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة وسمحت فقط لعدد ضئيل من الشاحنات التي تحمل محروقات من تفريغ حمولاتها في الوقت ذاته حذرت منظمة وغاوث وتشغيل اللاجئين الأونروا من استمرار مسلسل التجويع بسبب التناقص الشديد لدخول الشاحنات الغذائية والدوائية والذي أدى إلى تفاقم المجاعة والأمراض المزيد يطلعنا عليه مراسل التلفزيون المصري محمد الخطيب نعم مشاهدين الكرام بعد التحية بالفعل كما ذكرتم عن قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم أغلقت أبواب منفذ كرم أبو سالم في وجه الشاحنات التي عبرت من معبر رفح البري واتجهت إليه لتفريغ حمولاتها لإرسالها إلى أشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة اليوم الحصيلة الإجمالية من عدد الشاحنات الإغاثية والإنسانية الحصيلة صفر قوات الاحتلال الإسرائيلي لم تسمح لأي من الشاحنات التي تحمل مواد غذائية وإنسانية وطبية دوائية وحتى مسلزمات الخيام للعبور من منفذ كرم أبو سالم وإرسال إلى الشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة كل هذا يأتي في إطار سلاحة تجويع هذا المبدأ الذي ينتهجه القوات الاحتلال الإسرائيلي للنيل من الشعب الفلسطيني الشقيق كل ما سمحت به قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم لا تجاوز ثماني شاحنات من الشاحنات التي تحمل محروقات منها أربعة للغاز وأربعة للسولارة أمس كانت لدينا هناك انفراج نوعا ما بعبور عدد من الشاحنات وصلت إلى الثمانين شاحنة اليوم نتحدث عن لا شيء من الشاحنات يذكر مقارنة بالأمس أو حتى مقارنة بالأيام الماضية قوات الاحتلال الإسرائيلي ما زالت تستخدم أقصى درجات العنف ضد الشعب الفلسطيني الشقيق من خلال رفض حتى الشاحنات التي تحمل البان للأطفال وحتى الخضروات والمعلبات كل هذه الممارسات تأتي في إطار سلاحة تجويع الذي ينتهجه قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الشقيق على الرغم من التحذيرات الكبيرة التي أطلقتها منظمات الأمم المتحدة ومنها منظمة الأنروا بأن استمرار هذا المسلسل من نقص وشحل المواد الغذائية والبترولية سوف يؤدي إلى تفاقم الأزمة أكثر مما هي عليه الآن يمكن هذا هو المشهد لدينا إلى الآن وأعود إليكم مرة أخرى في الاستوديو ترجمة نانسي قنقر